فقط آخر جملة التي أريد أن أقولها مع كامل أسف خبر أنه أيت مننا وأسماء المنور تزوجه جيد الخبر كخبر ليس مشكلة تضعك صحافة رياضية لا يوجد فيه المشكلة لماذا لأنه واحدة منخريطة وهو مدير الشركة رياضية ولكن إذا لم تكن متقن من الخبر في حال هذا لا يجب أن تغامر وتقوله لا يجب أن تغامر وتمشي لي لماذا؟ لأنه لا يجب أن تكون إيتي بالعربي ببساطة لأنه يوجد أحد البرامج معينة التي تتبع حياة الفنانين والمشاير إلى آخر والذي يريد أن يدرها تحرفها هذا ليس سهل يجب أن يكون لديك أحد مراقب لك فنانة ماذا يدر؟ يجب أن يقوم بها 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 لو كنت غير سؤولة الناس واللي حضروا الناس شاهدوا أنه أسماء المنوار حضرات الحفل ومشي غير بوحدة مجموعة من الفنانين لماذا لم يزوج هشام أيت مننا بهذه الفنانات والفنانين كاملين؟ لماذا؟ وعليش بالضبط هذا الشيء هذا؟ لأنه ركينا شيء أشياء خافية بالنسبة لي وما يكون قدر؟ خليه ومدوش الأسماء المنوار والراجاء إلى آخره قدر هشام أيت مننا هشام أيت مننا عنده حياته الخاصة الذي يفهم جمعة من الأمر الذي لا نريد أن نتحدث عنه لأنه أسباب شخصية وعائلية التي تمنعه منه كذا وكذا وكذا ولكن قلتها أسباب شخصية فبتالي منه ندخل إلى حياة الشخصية للناس خصوصاً أنا منك نقوله ستزوج والسيدره مزوج وتخيل مع يديك المراتيه وشنو شنو ردت الفعل دياله نقوله وعرفاته أنه قللاً لا مزوج لا تبدأ أن تشكد هذه السيدة ومشي حشو ما نخربه البيوت رجاء رخصنا نرجعه ونقوله ونعرفه ما نقوله نرجعه ونقوله ونعرفه رأسنا ما نقومه خصوصاً الحياة الشخصية للناس أنا أتعده عنه نرجعه من أن نقومه ونقومه بشكل من اليوم في شباب محمدية إلى غاية اليوم وعندي شيء مشكل معنا تصنعها في الدورة في أي نهار ونقومه بشكل مخصوصاً في شباب محمدية ولهذا ليس مشكلة خذ رأحك كثير ما بغيت في هذا العطاق حياة الشخصية أعطيها عليكم فيها نرجعه ونقومه نرجعه ونقومه بشكل منه تقوله أي شخص أي شخص ومعمرنا بك أن نأخذه الإنسان في حياته الشخصية أستطيع أن تلقى أحد لا يعرفه ما يفعل في حياته أشياء خيبة ولكن يأتي يقلس معك كما تقول السيد تبارك الله يقول كلام موزوم هل معيار هنا؟ بما تقول وبما تفكر لأن الإنسان هو الفكر الإنسان هو مجموعة من الأشياء الأخرى التفاية